اشتركوا في القناة فيها معنا 17 سنة عن جد هيدا اللي قلته بالمؤدمة انو بيكبر قلبك لما بتشوف المشاهدين بعضهم معك من 17 سنة لليوم السيسخ قبل ما نفوت بموضوعنا يلي شو بيخلي الانسان يكون هيك عظيم شو خلينا نبقى بهالمؤسسة برأيك وشو بتتذكر من 17 سنة لها ستراند المور يلي دعيتني لابلش وانا فكرت لفترة قصيرة مكنت عارفة فيه 17 سنة رح بيكونوا قدامنا والايام الحلوة والعصيبة بنفس الوقت من المكلس لهون استاذ روي الهيشم للشغل معه الأصدقاء كلهم كل التكنيشنز هلأ حين نروح على محطات أخرى من اللي تليميز واخريجين لأو تي في اخدين مناصب مهمة فكانت فرصة أعطت الجميع فرصة انطلاق وفرصة عمل وفرصة تدريب فيه روح طيبة أنا بحب الرو تي فيه أهلا وسهلا فيك صرت من عائلتنا أنا دايما بقلهم مش بس نحن صرنا عائلي حتى ديوفنا صاروا عائلي منحكيهم لأنه تخيل شخص أنت معه 17 سنة بيصير أكتر من عائلتك بتعيش معه أكتر ما بتعيش مع عائلتك وعنجات نحن شكلنا مع ديوف وحدة حال وحضرتك منهم يا أسيس من 17 سنة كانت معنا بيوم جديد وبعتك بيوم جديد حلو الشعور حلو حلو كتير طبعا بشعر بالانتماء بشعر حالي بالبيت متقول أيفيل أتهم عن جد وكان عنا فرص عظيمة نعالج مواضيع دقيقة وحدة من المرات كان فيه حلقة حصدت نهار سبت وحكيت أنا عن المصالحة وعن قاين وحبيل وكلام من هالنوع والمعارك بين الإخوة والتاني يوم صار مقتلة بإحدى القرى فبعدين راحوا للمصالحة أنا ما كنت بس اللي راحوا إجوا خبروني استشهدوا باللي أنا قلته يوم السبت عملوا المصالحة شو حلو فأنا قلت شي عظيم إنه كان عندنا هالفرصة إنه بالكلام اللي قلته يكون فيه منطلق لمصالحة بين عائلتين كبيرتين تقاتلوا بهديك القرية شو حلو يعني كلامنا عم بيأثر يعني ما عم تروح سودا حمد الله موضوعنا اليوم أسيس كتير مهم شو يلي بيخلي الإنسان يكون عظيم بالحياة هي كلمة عظيم إلا وقع إنه عظيم أو أنت إنسان عظيم قدي هيك بتعطي دفع بس شو يعني إنسان عظيم قبل ما نفوت بالموضوع من هو الإنسان العظيم أسيس لا إبدأ نحنا كيف وصلنا لهالموضوع صالنا شي خمس أسابيع نحكي عن الإنسان وكيف خلقوا الله بعد يناس السقوط الخطيئة الخلاص الأداسة هلأ جينا لأسة العظيم فهلأ نحنا بطريق الطلعة إذا واحد على طريق النازل باتجاه الخطيئة والبهدلة وشارشحة ويصير عابد للخطيئة هلأ على طريق الطلعة فأتينا على الخلاص الأداسة ونحكي عن العظم الله هو العظيم وخلق الإنسان على صورته ومثاله بده الإنسان يكون عظيم ما بده الإنسان يكون حقير أو دني فهذه ناحية موجودة عند الخالي أرادة للإنسان موجودة بالإنسان الناس بتحب أنه تكون شيء ما بيوم الأيام ولكن الموضوع بالحقيقة ممكن يساء إليه يساء استخدامه وممكن أنه يحسن الإنسان استخدامه والله بريد لكن الإنسان يكون عظيم أكيد بس هو شو الجاه الرسمي المال البوستل أنا بيخده بمؤسستي أنا إذا كنت معي كتير مصاري أنا إذا كنت بفرض رأي أنا إذا كنت قوية وبشارع أنا شو كرامتي أخلاقي أنا شو اللي بيخلي مني إنسان عظيم إن شاء الله نقدر نحكيون ولكن هولي كلهم إشياء الناس بيعتمدوا عليها ليصيروا عظيمين فممكن واحد يكون عنده اسم ورتين وخلق بعائلة عنده ألقاب تاريخية مثل شيء من الطبقية فتعاملوا عظيم إذا أخذ اللقب بيصير عظيم بيسوى واحد كمان يكون ورتين مصاري فتعاملوا عظيم إذا نجح وراكم مصاري بيصير عظيم فكله للعلم بيقولوا إنه الألقاب الحديثة يلي أخذوها الناس من جراء الشهدات هي الرديف والبديل عن استحقاء للألقاب القديمة اللي بيخدها واحد بالميراث إنه واحد بيخلق أنباك باشا شيخ أمير شيء وواحد بيحس اللقب من تعب جبينه ودرسه اجتهاده بيخد لقب فكل هولي فيه مسعى عند الإنسان ليكون عظيم ويحقق سياكته يلي الله أعطى إياها ويكون سيد وبالتالي عظيم على الأرض نحن ما بدنا حدا ما حدا يظن أنه بدنا يكونوا كلهم قطش الراعة يعني يكونوا مكسرين محتقرين لا لازم الناس يكونوا عظماء بس هلأ بنشوف بأي بأي فحوة ايه بأي فحوة شو بيخلي الإنسان حياتها يكون عظيم بس أستيس هل ممكن كلهم يجتمعوا بشخص واحد يعني هل ممكن هولي كلهم يكونوا موجودين بشخص واحد ولا صعب شوي بلا بسوى أنا هيكي جهست للانطلاء أيتين من كتاب مقدس حلوين حابب أراهون تفضل ووحد منهم عن أبونا إبراهيم يلي نحن كل الهن بيأمنوا بأله وبالتالي بينتسبوا الإبراهيم بطريقة أو بأخرى قال له رب لما اندعي وقال له اتبعني قال له فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة قال له معظم لك اسمك فإبراهيم صار رجل عظيم ابنه إسحاق وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك سنة مئة ضعف وباركه الرب فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا تعاظم تزايد في التعاظم صار عظيما جدا هون بتشوف أنه كان فيه زراعة وإنتاج كبير تعاظم كان عم بيزداد بالتعاظم مع الوقت فصار عظيما جدا ايه فيه ناس بتصير عظيمة بكل معنى الكلمة ليش لا من شغلة من اجتهادة داود بيقول أنه الله أخدني من وراء الضقن من وراء الخراف والأطعان الغنم والبقر إلى آخره وجعلني إنسانا عظيما فبتلاقي أنه فيه إمكانية لكل إنسان مهما كانت البدايات ضعيفة متواضعة أنه يصير رجل عظيم من شغله من أمانته من رضا الله عليه رضا الناس عليه فيه عظم مزيفة يا أسيس يعني مثلا حب الظهور أو يمكن شخص صار مشهور بيطلع على الكاميرا يا لطيف بيصير حس حاله عظيم وفوق الناس وأهم من الناس وتتكون لديه مثلا عظم مزيفة نحن مش عم نقول بس هولي الفئات من الناس عم نعطي مثل أنه هل فيه عظم مزيفة بتخليك تبين عظيم وأنت لست بذلك فيه عظم مزيفة بكل تأكيد والحب الظهور وتعظم المعيشة أيدي يحنى قال هولي أمراض ما بتكون عظم حقيقية فيك وفيه ناس عندهم الهوس في الموضوع من القلبي السيلي اللي بيلبسوها من نقصد السينيات مش للجودة من نقصد السينيات نقول نحن قادرين نشتري قالوا نحن مهمين نحن معنا مصاري قادرين فبقا بتلاحظي فيه إداء اجتماعي لدى البعض ولكن لما واحد بيحك الإنسان بيشوف إذا كان عظيم ولا العكس بالتمام فحذاري هذه العظمة هاي اللي هي مدمرة للإنسان أكتر ما هي بترفعه بس أولك بلبنان زيادة شوية عن غيرنا يعني هون كتير مهمنا السينية ويبين الساكس سينية وشو لابسين سينية فيه عندنا شيء منه فيه شيء منه موجود حول العالم بس احنا عندنا شيء أكتر من بقية المناطق بالعالم لأنه ما بعرف ليش هاي دي ناحية مرضية ولكن العالم كله يجنح لهيدا بس أكيد فيه شعوب متواضعة أكتر من شعوب فمثلا شعوب الشرق الأقصى متواضعة كتير أكتر منها وهي بتشتغل وكادحة وهلأ صاروا بيرزين بالاقتصاد العالمي والصناعة العالمية والتكنولوجيا وهن الناس متواضعين مظبوط مية بالمية حديثك أسيس فيه ناس ما بيعرفوا العظمي وما بيعرفوا يتسلقوا السلم لا يوصلوا إلى شيء اسم عظمي بالحيط بيضلوا بالحديث بيضلوا تحت ليه شو السببه هن بدون هيك فيه منهم محطمين فيه ناس محطمين بتربيتهم ببيوتهم ما عندهم هم نشاط طموح ما عندهم تشجيع ما حدا سندهم وضعيتهم النفسية الإنسان محطم لما انكتبت كتابي أصحاب السيادي سميته هيك لأنه وجدت هناك عند الخالق أنه بده الإنسان يكون سيد مثله فبتلاقي فيه ناس حرام عايشين أذلاء كل أيام حياتهم ومنهم أسياد وبالتالي ما بيقدروا يكونوا بموقع فيه ثقة بالنفس شوي أو قوة أو احترام أو جلال أو عظمي هلأ نحن ما بدنا نقصد هيدا كمتل واحد هو للناس الفيك اللي إلنا عنهم ولكن احترام الإنسان لنفسه قصة كتير كبيرة واحترام الناس لإله قصة كتير مشجعة أولا كل واحد بيتعود على هالشي أسيساني أنا إذا تعود دايما مغمورة ومنديس على كرامتي ومكسورة وعيشة بالذل والهوان بتعود في ناس بتتعود ايه في ناس بتتعود وفي ناس بتظل عايشة شهيدة كل أيام حياتها عايشة بالألم هلأ نحن الهدف من الكلام من بعد ما المسيح إجا وقراد للإنسان الخلاص و وقراد للإنسان خلاص ومعرفة الحق ورفع الناس فبتقرم مثلا بالكتير مقدس أنه أقامنا من المزبلة وأجلسنا مع أشراف شعبه ف أقامنا من المزبلة وأجلسنا مع أشراف شعبه بكمل في السماويات ف بتلاقي أنه المسيح ما عنده نيجي الناس تظل ذليلة مأهورة في واحد كان يسموه مجنون ما بعرف إذا كانت قصة قصة جنون ولا أرواح شريرة لأنه المسيح طرد منه الأرواح شريرة ما كانوا يقدروا لا يلقطوا ولا يهدوا ولا يلبسوا فلما التقى بالمسيح والمسيح شفين من حالته لهي فصار لابسا وجالسا وصار جالسا ولابسا وعاقلا جالسا ولابسا وعاقلا قبل كان صخب جنون صريخ عياط اقتيل مع الناس وشو ما يلبسوا يخزئ تيابه حالته بالويل فصار ديسنت محترم وعاقلا وهيدي هي كانت علمات انتقاله مثل ما قلنا من المزبلة إلى أشراف شعبه بس شو هالتعبير عجملي إيه فاك تصدم يعني من المزبلة حولتانهم بصدموه أقامنا من المزبلة وأجلسنا مع أشراف شعبه وبعدين صار جالسا ولابسا وعاقلا كتير مهمي كتير بيصدمو بس صدمي إيجابية على فكرة أسيس لما نحنا منكون بالحديد ولما نحنا منكون بمكان ما في عظمي بس نحنا بينه لا لا نكون عم نتوجع يعني نحنا مش كل ياللي تعود انه يعيش تحته مبسوط انه عم يعيش تحتش على الحياة الحلوية لا ما نحنا منكون عم نتعذب لما منطلب يسوع المسيح ينشلنا لا ما بدي إلك لا ما بيلبي النداء ليش ما بيلبيه ضغري ايه انه معجز بتشيلنا من تحت ايه شوفي مريم العدرة لما انظهر للملك وبشرة لانه بتحبل وبتولد المسيح بعد حين لما راحت عند ألي صبات اتنينتون تكلموا مع بعض البعض بشيء من الزجل الروحي الرائع فهي بتقول أقام المسكين من المزبلة كمان رجعت على هيد ايه أجلس الأعزاء على الكراسي فهي تبريد انه اللي اجيها من السماء رفع كثيرا رفع الى عظم غير مسبوقة غير مسبوقة وغير ملحوقة ايه اكيد وغير ملحوقة ولكن نفس الشيء اللي حصل معها قبولنا للمسيح في قلوبنا هي بلوته بأحشاء وبقلبه يرفعنا هلأ القصة اذا رفعنا المسيح من حافظ على هالمستوى اللي رفعنا عليه مثل ما صار مع مريم العدرة ام نحنا بيضلون الناس يا طالع يا نازلي بتلاقي في بعض الاشخاص في العالم الديني ما بينفهموا كيف طلوع نزول طلوع نزول كل خبطة والتاني او واحد بيراكم له شيء من البركور الطالع صعودا وبعدين بيطج فرد دفعة بس كيف فيه تسألي هل كانت هذه المسيرة أصيلة أم المسيرة كانت بهدف تحسين الصورة واللمعان ومن أصيلة فلا ربنا بده الإنسان يكون عظيم بكل معنى الكلمة طيب فيه يلي بيكون عظيم يحافظ على عظمته ولا يلي ما حافظ على عظمته بيكون قليل الإيمان لأن إحنا أينين أنه إذا تشبسنا بإيمان نقدرين نقل جبل من مكان إلى آخر لو عندكم إيمان أتحب بالخير دال فيك و ترقل جبل من مكان إلى آخر طيب أنا عندي إيمان فيك وأنا عظيم بده يضل هيدا الإيمان فيي لضل عظيم بالإذن منك قبل ما جيبك بس لأنه سألتين عن الإنسان المتألم وكذا بيصير عظيم هلأ اليوم عيد مارلييس كمين مش مارسي للأو تي في ما بعرف أنا بعرف أن اليوم عيد مارلييس بدي أقول شيء كان إليا إنسانا تحت الآلام مثلنا هيك بنقرأ يلي بيقرأ شخصية إليا النبي بيدخوا لو ما يعقوب في العهد الجديد قال كان إليا إنسانا تحت الآلام مثلنا وفي المشهد تبعه لما ننقهر وهدد هدد من سيدة لبنانية شيء فظيع للبنانيين نحن من زمين من عدد عملت فيه المابين عمل واحدة اسمها حالة كتير إزابال سيدنا واصل إزابال عملت فيه المابين عمل صاروا شيء من الألم مثل يحنى المعملين فيما بعد لما نكب الحبس إلا إنه شيء له الحادثي البعض لما نقرأ قصة إليا أو قصة إليا هائلة إليا يكاد الإنسان يظن أنه هو أحد ظهورات الله في التاريخ في شيء اسمه ظهورات الله فيوفانيز اوف جاد فكان بعظمي هائلة هلأ بيقول عنه يعقوب أخو الرب أنه كان إنسانا تحت الآلام أوكي منغط على الأرض منقول إليا مش إله إليا إنسان بس إليا طلع من أليمه طلع إلى عظمي وبعدنا إلى مجد لأنه تألم الألم مصنع الألم مصنع للرجال مصنع للعظم حتى الإنسان يبقى متألم ومفكر أنه تحطم وراح يتهليه بيكون الله عم بيمرؤوا عم بيجبلوا ويطبخوا جديد بالفرن ليطلعوا لعظمي كمان غير مسبوقة فنحن ما بنعرف بالتمام هالموضوع وين بيودينا الإنسان يكون متألم بيفكر دهني طربقت على رأسه خلص تدري وانمسح بده ينتر للنهاية هوني بدي استشهد بي يوحنى الذهبية الفام مرأ بألام هائلة تأمروا عليه من غير شر الأساقفة مع أنشاننا أولاد الرعاع الشوارع اللي تأمروا عليه تأمر عليه أسكف جبلي لادئية حلب وبيروت رفعوا فيه شكوى ورد تاني والنفى مرة اثنين تلاتة والأخير قالوهم يخدوه ما تردوه لأن الشعب كل ما بعتوه الشعب يرجع يقوم يقول لا بدنا يردوه فقالو لهم للإستنطنية ودوه بلى رجعة فأخدوه على جزيرة القرم وخلوه بقميس النوم بالتلج لحد ما عامل نمونيا ومات مات قهر هلأ هو بيكتب رسالة إلى بنته روحية بيقلها ما تخاف هي القصة العبرة في النهاية العناية الإلهية هي اللي بد تفرجينا النهاية وين هلأ لما بيموت هاك زلمة بهالطريقة بتقولي وين كانت العناية الإلهية كيف مات كيف سمح ربنا وين العظم يعني العظيم راح مأهور صح تفكر فيها أنا هاي وأنا قريت الكتاب تبعوش ثلاث مرات العناية الإلهية بدي قول من أني نهول الأربع لتشك علي ما حلان بيعرفون أوكي بس من هو يوحن ذهبي الفم كل بيعرف كل المعمورة بتعرفو فبتلاقي أنه ربنا حافظه كرامته ووصله لعظمه و الله بيرك وهلأ بيحافظ الإنسان على اللي هو فيه ايه بيقدر يحافظ على اللي هو فيه أد من عمل فيه ويحافظ على اللي هو فيه المهم أنه يبقى في داخله ممنون لهالإله العظيم يلي بيعطي الإنسان الكرامي الله اللي بيزرع بالإنسان هذه الكرامة الأسبوع الماضي قتينا على هالشي بس أستيس ما هو الإنسان من طبيعة الإنسانية يعني إحنا ضعاف شأننا أبينا قد ما قالنا أنه إيه نحن يا لطيف وإخيرتنا اكتراب ونحن ضعاف قد يبعنا هيك نحب لما ننكسر يعني أمام المزلات وأمام الصعوبات ولما بتحس حالك عن جد كنت عظيم بعد شو يصير التحت ما أنت كمان إنسان يعني كيف بدك ترجع تقاوم كل هالأمور وترجع تقول لا والله أنا عظيم وبدأ أرجع قاوم إذا ما في مساعدة إلهية تنشلك بالمشهد يلي بنقرأه بالبداية كيف الله صنع الإنسان كان مثل الفخاري اللي عم بيشتغل بالفخار الفخار هو طراب وبيجبلو وبيشتغلو على الدولاب وبيشكلو فربنا اشتغل الإنسان من الطراب خلص نفخ فيه نسمة الحياة فصار أدم نفسا حيا أعطانا نسمة الحياة لما فاتت بالتراب تلامست معه وقف على جري أبو الكنيم وقف على جري وهون كان فيه تشكيل حسب الصورة أنه الله خلقنا على صورة ومثاله الله أخذ هذا التراب ونفخ فيه هذه العظمة من عنده فطالما الإنسان واقف بمشيئة الله وبرضاه وحسب قلبه بيكون عظيم ولكن هل يطورك كل الناس بيدركوا هذا الأمر لا شوفي أولاد آدم هلأ آدم نفسه ما أدرك فيه ما بعد سقط في التجربة هو ومرته ابنه قيين كان أول مجرم في التاريخ وأأسى مجرم في التاريخ أتى الخيه بإيده قيين وهبيل بعدنا نحك بالموضوع قيليلي قيين شو هالعظمة هاي إنك أنت قتلت خيك لليوم هبيل وإن مات يتكلم بعد أما قيين عليه لعنة عجيبة يعني قد ما تجرب تلمعي له صوته وتقولي بني أول مدينة في التاريخ قيين بالحقيقة بعدنا منقول عنه مجرم أتى الخيه طيب أسيس في الواحد هيك بحياته ياخد نصائح من حضرتك لا يكون عن جد عظيم بكل ما أتي للكلمة من معاني مش أنا أطلع أقول أنا عظيمة يشوف أنا لا يكون عظيمة فعلا بأداء بأخلي بأراء بنظرة للأمور هل في نصائح حضرتك ممكن تعطينا إيها بدي أقرأ نص أي عن ديوود وقدم خمس نصائح نعم تفضل بيقل له الرب لديوود وعملت لك اسما عظيما كاسم العظماء الذين في الأرض الله عمل له اسم عظيم كاسم العظماء الذين في الأرض ولكن شو اللي بيخلي الإنسان عظيم وكيف تصنع هذه العظمة وكيف بينصنع هذه الرجال كيف رح أقدم أول نقطة عيش ما تقول هيدا البداية من عمل وعلم يدعى عظيما في ملكوت السماوات هيك بيقول يسوع بدك تكون عظيم عيش اللي بتعلمه مش تحكي شي وتعمل شي تاني فمسا أقول له سرسول بيقول له انت اللي بتقول ما تسرق بتسرق انت اللي بتقول ما تزني بتزني انت اللي بتقول ما تقتل بتقتل فعيش ما تقول هيدا أهم شيء نقرأ عن يسوع عما كان يفعله ويعلم به كان يفعله بالأول بعدين يحكي في كتير ناس بتحكي وما بتعمل اتنين المحبة أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأقردوا وأنتم لا ترجونا شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونون بني العلي فالمحبة بغاية الأهمية العطاء تبع المحبة التضحية تبع المحبة الناس ما بيعرفوا انه من هون بتجي العظمي تليت التواضع عم نحكي عن العظمي الخدمة المتواضعة خدمة الآخرين كل ما نعملو حتى في شغلنا في عملنا حتى لو كنا عم نقدي خدمة دقيقة وبدأ تقنية عالية ورح نقبض عليها كتير لازم نقوم فيها كخدمة بشكل متواضع من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا فهيدي روح الخدمة لازم تميز الإنسان نحن فيه ناسا ما بلش يطلع العظم ما بقود يخدم صح سبحانه أهم بكتير من الناس ما بقود يخدم حتى خدمة بسيطة ما بيأدي خدمة بسيطة لإنسان في كتير أمثلة واحد بيقدر يحكي عنها الأخير الإجتهاد نعم الإجتهاد رأيت رجلا مجتهدا في عمله أمام الملوك يقف لا يقف أمام الرعاة أمام الرعاة عفوا نعم فالإجتهاد قصة كبيرة وهولي كلهم فيلي كبين ألخصهم بكلمة الحكمة يكون واحد حكيم الله بيعطيه للإنسان حكمة إذا استثمر في هذه الحكمة بهولي حتما ربنا بيرفعه بيجعله من العظماء سؤالي الأخير لحضرتك أستيس المهتمين بمواقعهم وبالمركز اللي وصلوله ويلي بحسوا حاله قد أعلى بكتير من الناس وفف قديش بدهم ليوصلولي أنا الأهم عندهم هاي دي قلة تعريف ديما الأفضل الأهم الأميز هولي شو بتقلهم؟ فيبي تجارب يسوع الثلاثة تجربة إلى خصة بالأكل والشرب وتجربة إلى خصة بالمكان الرفيع وبعطيك العالم أجمع وتجربة إلى خصة بالمكان الرفيع ونط وقال الله بيحملك وما بيصيبك شي وكان عم بيجرب المسيح كان عم بيجرب الشيطان يجرب المسيح ينط عن راس الهيكل وفي تحت منده وادي كتير كبير فبيقوله بعض الفسين أنه بياخد الإنسان لأعلى شي وعلى يعني بيقول له نط أنت ما بيصيبك شي صرت أكبر من الانهيار فالمسيح رفض وقال له لا تجرب الرب إلهك فبده واحد ينتبه حتى ما يكون عم بيطلب مجد باطل وعظمي باطلة ويظلوا متواضع حتى لو ربنا وصل إلى وينما كان يظلوا إنسان متواضع هيدا إبراهيم عظيم جدا قال له تكون بركة ويكون اسمك عظيما وتعظم جدا وابنه تعظم جدا قال أنا تراب ورماد ظلوا واحد يعرف حاله أنه الجبل اللي هو فيها تراب ورماد نفغ فيها الله نسبة حياة الله سبب حياته الله سبب عظمته ويزبادوا ربنا بيخده فيظلوا هو متواضع أحلانه يعني في أكبر من عظمة ربنا أنا دايماً هيك بفكر وربنا قديش متواضع وفي أكبر منه في أكبر من عظمته في ناس بيظلوا مثل أريفين من العالم وشايفين حالهم على الناس وأعلى من العالم هني أهم شيء أهم هني محوى الكون والوجود يعني ما يفكروا حالهم الناس كتير محترمين علي الشغلة إذا كانوا متكبرين شايفين فيه فرق بين العظمة والكبرية نيح اللي أعطيتيني النصين يتنوصلنا هون تنقول فيه فرق بين الكبرية والعظمة فيه فرق كتير كبير أكيد الأسيس الدكتور إدغار تابلسي كنت كتير مسرورة بموضوعنا لليوم شكراً لأيك اللي هو كتير مهم هيك انطلقنا بمحاور عديدة شكراً لو وجودك معنا شكراً وينعاد عليك إن شاء الله تضل معنا مش بس 17 سنة 170 سنة الله عمر الطويل للمؤسسة ولكل اللي بيحبوها واللي بيعملوا فيها ولألك أسيس أهلا وسلا فيك أصدقائنا المشاهدين نحن مروح لفصحة علنية ومنرجع من انتباه معكم مباشرة على الهوى ما ترحوا لبعيد شكراً